ما زلنا مع الوحدة السادسة تخصيص التكاليف ننتقل الآن إلى مثال ثلاثة على طريقة التخصيص التنازلي تتكون شركة السعودية للصناعات الحديثة من مركزي إنتاج هماسين وصاد وثلاث مراكز خدمات هم المباني وشؤون العمال والصيانة والآتي البيانات الخاصة بهذه المراكز أدي ألف وباء لهم مركزي الإنتاج دول إنتاج ودي المباني وشؤون العمال والصيانة دوله لهم مراكز خدمات المعطيات اللي عندي التكاليف غير المباشرة لمركز ألف ميت ألف باء 28 ألف المباني 24 ألف شؤون العمال 16 ألف الصيانة 12 ألف المساحة بالقدم المربع مساحة مركز الإنتاج ألف 80 وباء 60 المباني 50 شؤون العمال 40 الصيانة 20 عدد العمال عدد العمال اللي بيعملوا في مركز الإنتاج ألف 24 عامل في باء 56 المباني 30 شؤون العمال 10 الصيانة 20 ساعات دوران الآلات في مركز الإنتاج ألف 20 ألف ساعات دوران وفي باء 30 ألف ساعات دوران مافيش المباني وشؤون العمال والصيانة مافي المطلوب إعداد قيمة توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج طبقا لطريقة التخصيص التنازلي نقف شوية مع طريقة التخصيص التنازلي في طريقة التخصيص التنازلي قبل ما نبدأ التوزيع كنا بنقول في هذه الطريقة يعاد ترتيب مراكز الخدمات مراكز الخدمات الأمامين قدامنا مباني شؤون عمال صيانة هيعاد ترتيبها مرة أخرى يبقى من اللي بيعاد ترتيبه مراكز الخدمات ملكش دعوة بمراكز إنتاج لا يعاد ترتيبها بالتنازم هي ترتيبها ألف باء لكن في التخصيص التنازلي اللي يعاد ترتيبه هم مراكز الخدمات بهاس إن مركز الخدمة الذي يخدم أكبر عدد من المراكز أو اللي هو ذو أعلى تكلفة يوضع في أقصى اليسار يعني مين ذو أعلى تكلفة في مراكز الخدمات المباني ولا شؤون العمال ولا الصيانة المباني دي أعلى ده الرقم الأعلى في التكلفة اللي بعده يعني الـ 24 دي أعلى رقم فيه التلاتة بتوى الخدمات اللي بعد منه مين شون العمال إيه وده أعلى سميه رقم واحد ده اللي بعده في الترتيب سميه رقم اتنين ده اللي بعده في الترتيب سميه رقم ايه تلاتة يبقى حيوعات ترتيب مراكز الخدمات بهاس إن اللي أعلى تكلفة هو المباني ده يتحط يرجع هنا يتحط في أقصى اليسار يوضع فيه أقصى اليسار من الجدول ثم اللي بعده ويجي بعد منه شؤون العمال ثم الصيانة تتنقل تيجي في الآخر خلص صيانة تيجي في الترتيب الأخير نشوف الكلام ده في الجزء ده حل المثال تمهيد للحل وعمليات حسابية أهو كلام اللي أنا قلته طريقة التوزيع التنازلي تتطلب ضرورة إعادة ترتيب مراكز الخدمات بهايه أن مركز الخدمة الذي يخدم أكبر عدد من المراكز أو مركز الخدمة ذو الأهمية النسبية الأكبر أو مركز الخدمة ذو التكلفة الأعلى يعني إلا لقيها هي قدام يوضع في جدول التوزيع في أقصى اليسار أقصى اليسار ثم الذي يليه وهكذا طيب جينا رتبناها مركز الخدمات المباني ذو تكلفة أعلى 24 ده يوضع في أقصى اليسار مركز الخدمات شؤون العمال تكلفته أقل من المركز السابق 16 ألف أقل من 24 ألف يوضع بعده في الترتيب مركز الخدمات الصيانة تكلفته أقل من المركز السابق 12 ألف يوضع بعده في الترتيب ونرتب قيمة التوزيع بالشكل ده يبقى إيه أدي مراكز ده جدول التوزيع أدي البيان ده اللي هو المقصود بها البيان بعد كيه مراكز إنتاج كنسين وصاد مراكز الخدمات الصيانة شؤون عمال المباني مع إنها كتمعطى فيه المباني شؤون عمال صيانة جبنا المباني اللي هو كان تكلفته الأعلى حطناه في أقصى اليسار ده كده أقصى اليسار من الجدول طب لما نقلنا المباني بعد منه شؤون عمال بعد منه الصيانة ما تنساش بقى وتاخد المعطيات التكاليف الغير مش ندليها لها معطا وتنسى تحطيها تاني بالترتيب يعني اسأل نفسك سؤال من المعطيات سين كان تكلفته كام 100 ألف أجيب سين وحط لها 100 ألف صعد كالتكلفة المعطب كام 28 ألف أحطها 28 ألف بعد كانت نقلت مكان هنا كانت هنا المباني حطت مكانها الصيانة كالتكلفة كام 12 ألف وعتنسى تحط 24 ألف بعد كانت مركز شؤون عمال تكلفته 16 ألف المباني 24 ألف 20 ألف طب الأرقام دي توزيعت إذن دي تكلفة خاصة بند خاص في طريقة التوزيع التنازلي أبدأ من أقصى اليسار لما الـ 24 ألف ونزل الـ 24 ألف أحطها بنقصين وقول الـ 24 ألف دي المباني أنسب أساس لتوزيع تكلفة مركز خدمة المباني هي المساحة الـ 24 ألف المساحة اللي هي الـ 24 ألف تتوزع على كل اللي قبله اللي قبله مين سين صاد صيانة شؤون العمال طب تم التوزيع إذن نشوف في التمهيد هنا توزيع تكلفة مركز خدمات المباني اللي هما الـ 24 ألف حاول يوزع على اللي قبله في الجدول اللي شفناه كان سين صاد صيانة شؤون العمال طب نسبة المساحة كانت سين 80 دي معطا وصاد كانت معطا بـ 60 والصيانة معطا بـ 20 وشؤون العمال معطا بكام بـ 40 يبقى دي أرقام المساحة اللي كانت معطا لكل مركز من المركز اللي أنا هوزع عليها مجموحهم متين مجموحهم كام متين أجيب بقى نصيب مركز الإنتاج سين الرقم اللي أنا عايز أوزعه كام الـ 24 ألف أروح ضربها في 80 على المجموح الكل متين يبقى الـ 24 ألف أضربها في كام؟ في 80 على متين تطلع 9600 بنفس الطريقة نصيب مركز الإنتاج صاد الـ 24 ألف برضو لأنا بوزعها أضربها في كام؟ صاد كانت مساحته 60 على المجموح الكل يبقى في 60 على المتين تطلع 7200 بنفس الطريقة نصيب مركز خدمات الصيانة برضو الـ 24 ألف اللي أنا بوزعها أضربها في كام؟ الصيانة كانت مساحته 20 على المجموح الكل متين يبقى الـ 24 ألف تنضرب في 20 على المتين تطلع 2400 نصيب مركز الخدمات شؤون العمال برضو الـ 24 ألف اللي بوزعها فيه شؤون العمال كانت مساحته 40 على المجموح الكل يبقى 40 على المتين تطلع 4800 أتأكد إن توزيع صح إزاي؟ لو جمعت الأرقام ده لازم المجموع يكون الـ 24 ألف اللي أنا بوزعها لازم يكون الـ 24 ألف اللي أنا بوزعها وأخذ الأرقام دي وانقلها في الجدول السابق يبقى الأرقام اللي أنا وزعتها المباني 9600 7200 2400 4800 وأكتب أساس التوزيع المساحة اللي بعده في الترتيب التنزول هنا شؤون العمال شؤون العمال كان أصل تكلفته كانت 16000 جالها نصيب لما كنا بنوزع تكلفة مركز الخدمة المباني أروح نجمع الاتنين مع بعض 16400 2800 2800 دي تكلفة شؤون العمال الـ 20800 دي تتوزع على مين؟ على اللي قبله سين وصاط والصينة ومرجع شوارة تاني يعني أوزع على اللي قبله فيه تنازل كده نازل ايه؟ تنازلين طب أنسب حاجة لتوزيع تكلفة شؤون العمال هي عدد العمال طب حتتم ازاي؟ نشوف العملية الحسابية تتم ازاي؟ توزيع تكلفة مركز الخدمات شؤون العمال إجمالي تكلفته أصبحت كام؟ كان فيه عند 16000 أصل تكلفته زاد الـ 4800 نصيب من المباني ما كنت بوزع المباني يبقى بقى التكلفته كام؟ 20800 أما أجي أوزعه؟ حوزعه على كل اللي قبله ومرجع شوارة تاني اللي قبله كان مين؟ قبل المباني في الجدول سين، صاد، صيانة أنسب حاجة لتوزيع تكلفة شؤون العمال هي عدد العمال هشوف من المعطيات عدد العمال لمركز سين كانت موطة 24 عامل ومركز صاد 56 عامل والصيانة 20 مجموحهم 100 المجموع 100 نصيب مركز الإنتاج سين الـ 2800 اللي أنا بوزعها أضربها في كام؟ سين كان عدد عمال 24000 على المجموع الكل 100 يبقى الـ 2800 فـ 24 على 100 تطلع 4992 نصيب مركز الإنتاج صاد نفس الـ 2800 اللي بوزعها واقول صاد كان فيها 56 عامل على المجموع الكل يبقى ضرب الـ 2800 في الـ 56 على المية اللي هو المجموع الكل 11648 مركز خدمات الصيانة كانت التكلفة اللي أنا بوزعها لـ 2800 فيه كان الصيانة عدد عمالها 20 على المجموع الكل يبقى في 20 على مية 4160 كده خلصت وزعت مجموع اللي أنا وزعته الأرقام اللي أنا وزعتها ديت لازم المجموع لو جمعناهم يطلع الـ 2800 اللي كنا بنوزعها ونروح واخديني الرقام دي ونرجع للجدوى للتوزيع اللي احنا كنا بنوزع فيه هللاقي إن شؤون العمال كان سين خد 4992 صاد خد 11648 والصيانة 4160 اللي بعده في الترتيب ولا نازل تنازله اللي بعده في الترتيب مركز الصيانة كان أصل تكلفته 12000 جاء له نصيب يبقى أصل تكلفة مركز الصيانة اللي عليها الدور في التوزيع أصل تكلفته 12000 أجمع عليه نصيبه لما كنا بنوزع المباني كان 2400 زائد نصيبه لما كنا بنوزع شؤون العمال 4360 يبقى الصيانة تجمع فيها 18560 18560 توزع على اللي قابله ومنرجع شوارة تاني عشان فيه تنازله يبقى لما جاء وزع تكلفة الصيانة من اللي قابله هنا مركز سين ومركز ايه صاد يبقى يشوف هتتم توزيحها ازاي نشوف التوزيع توزيع تكلفة مركز الخدمات الصيانة اجماله تكلفته اصبحت اللي هم زي ما جامعناهم قبل كده 18560 أما جاء وزحها حوزحها على سين وصاد فقط دول اللي قابله بس طيب كان أنسب حاجة ليه توزيع الصيانة ساعات دوران الألات كانت في مركز سين 20 ألف ساعة وفي صاد 30 ألف ساعة المجموع تطلع 50 ألف ساعة 50 ألف ساعة طيب نصيب مركز الانتاج سين 18560 اللي بنوزحها أضربها في 20 ألف على المجموع كل 50 ألف تطلع 7,424 نصيب مركز الانتاج صاد برضو نفس 18 ألف 560 اللي بنوزحها في صاد كانت سينطو عدد ساعات الدوران فيه 30 ألف على المجموع كل 50 يبقى في 30 ألف على 50 تطلع 11,136 مجموع الأرقام اللي نوزعتها دي لازم المجموعه يطلع كام شاهد أكد أن التوزيع صح يطلع 18,560 اللي هو نفس الرقم ده لو رجعنا للجدول ناخد الأرقام دي نخطها في الجدول جدول التوزيع حالي أن 18,065 اتوزعت على السين وصاد سين خد 7,424 وصاد 11,136 وزعت من المجموعه ساعات دوران كده خلاص التنازل كده خلصت وزعنا كل بتوع مراكز الخدمات نشوف بقى اللي تجمع في مركز الانتاج سين كام واللي تجمع في مركز الانتاج صاد كام مجموع سين 122,016 مجموع التكاليف اللي تجمعت في مركز الانتاج صاد 57,984 58 اشتركوا في القناة يجب تكاليف